بالنسبة للأبقار واللحم الحمراء فسرت لكم ما هو التوازن الذي فقدته هذا الشي في كورونا اليوم وصلنا هذا الشيء ما هو الحل؟ الحل هو قلنا نحافظ على القطيع دينا الصائد الوطني لكي نحافظ عليه ما يتدبع خسنا نجيبه ما ناكله فاتسة شور من بره هذه هي المعادلة وهذا هو الحل ودونك بديناه من اللي بديناه لكي يستطيعون فاشال لا نحن نكونوا واقعيين غالي على الصعيد العالمي من اللي يجيبه ما يهبط لك كين كين الاستيرات ولكن غالي يتمه تهوى نفس العملية لا في أوروبا ولا هذا علش ماشينا الأسواق الأخرى وماشينا حتى نقلبه حتى في أستراليا حتى هذا وخاب عادي تستيرا لأننا نحن نمشيه للسوق لا نبقوش على السوق واحد اللي هي ديال اسبانيا ولا ديال الفرنسا وحده ما راهم كي يجيبوا من هذا الأسواق اللي احنا كنجيبوا منها دونك جا دخل واحد العداد راح ندابه تقريبا في 18 راح ندابه تقريبا نوصول 20 ألف اللي دخلات بهذا الشي اللي جاي وهذا الشي اللي يدخل البرازيل دخلات 2800 هذي هذي واحد الأسبوع والعشر أيام باش دخلات واللي أول شو احنا وغير نستغل هالفرصة غير باش نقول هذوك الناس اللي كانوا كي يقولوا بأن الأبقار البرازيلية دخلات تنهار قبل ما نكملوا الاجتماع راح عطاوه وهذا غير باش نقول بأن هذك الشي مغالطات وما يمكناش نتقوم بهذا المغالطات على واحد الموضوع اللي هو أساسي ديال بلادنا منتم بوحنا كنجري وعاد دخلات اليوم وبين تلقاها دونك هذي ديال البرازيل ونجاوبكم على سؤال ديالكم هو من الأصناف الممتازة هذي الصنف اللي جا اللي هو اسميته بالضبط نيلوغ ن ا 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 هذا البرازيل كتنتج بنو مئتين وعش وربعتاشر ألف او مئتين وربعتاشر مليون رأس اللي كان وكتصدر على الصعيد العالمي الولايات المتحدة اوروبا الصين على الصعيد العالمي وعنده يعني مميزات جد مهمة هو ما كيتعلفش كيمشي يرعى في المراعي وكذلك الجودة ديال اللحوم دياله معروفة وممتازة وكين واحد الكروازي هذا كي يكون تلقيه دياله مع انجوس اللي هي معروفة أكثر بالجودة ديالها فالبرازيل كتصدر مليون رأس سنويا على الصعيد الدولي وكتصدر زوج فاصلة أربعة مليون على شكل لحوم يعني مذبوح دونك هادشي هادشي اللي اللي ادقال وهدك شي اللي كاين في الفيديو رأى مغالطات مغالطات والسلامة الصحية كذلك رأى ما يمكنش ندخلوا للبلاد شي حاجة رأى أصعب سيستام اللي كاين النظام اللي كين رأى هو ديالنا دونك هادشي كنشوفوه قبل ما يدخل الأبقار كاين المسار ديالها الأطباء البلاطي رأى ديال لونسا مشاو حتى الثماء وجاوا اللي هنا يا كي يتبعوهم أنا بغيت نشوف هال البيطاري اللي كي يقول شي حاجة أخرى والتحاليل كالدار والهال المواضيع وهذ الشي أراه النهار اللي كتكون شي حاجة في البلاد بدي سبق الأمر هذا رأى كنقولوها رأى لا رزق تكون تكون هنا لاخت دونك هادشي ميمكي على أبقار الجنون المنظمة العالمية غادي تسكت لو كان كينا هادي ما نبقاوش نقولو شي أمور وهذا الشي اللي كيد داول ربما كان الناس اللي عندهم غير معلومة غالطة ولكن اللي كيدير ذاك المعلومة نعرفنا شكون هو دونك هادشي غير باش نكونو يعني واضحين في هاد الأمور وباش المواطنين يكون مطمئنين بأن هادشي جودة وسلامة صحية ما فيها أي شك